متابعي قناة انفو تكفري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة فيديو الأمس كنت بتكلم فيه عن الحاجة إلى الاختيار والعودة إلى النموذج السابق فورقه والنمازج الأخرى والمفروض أن المستخدم يكون عنده حرية الاختيار ما بين النموذج الجديد والعودة إلى النمازج السابقة وجالي تعليق بصراحة يعني بشكر كل يعني يمكن أكتر من تعليق كمان تعليقين على إمكانية الرجوع إلى النسخ القديمة وأن انت تقدر تشوف النسخ القديمة وتنتقل ما بينهم وبين نسخة شاة جي بي تي فايف بشكر المتابعين جدا جدا على هذه المعلومة القيمة جربتها في ساعتها لقيت أن لم تظهر عندي هذه الميزة ولكن النهاردة اليوم 12 أغسطس 2025 ظهر عندي هذه الأوبشن وهي إمكانية العودة إلى النمازج القديمة أو شو ليجيسي موديلز زي حنفعلها؟ أولا عشان تفعلها الآن يعني حتى الآن حتى هذه اللحظة هي موجودة يعني في الخطة البلس المجانية ما لقيتهاش موجودة حاليك دلوقتي الخطة المجانية والخطة المدفوعة وفي إمكانية في البلس بلان أن تنتقل إلى فور أو وإمكانية الانتقال ما بين النمازج الأخرى في النسخة البرو لأن هي مش موجودة بأن أنت تروح للنسخة السابقة غير فور أو مش موجودة غير في النسخة البرو ولكن برضو خطوة جيدة جدا من أوبن إي آي إنها رجعتنا أو خلت في إمكانية أن أنا يعني أتنقل ما بين نسخة شاة جي بي تي فايف وفور أو يلا بينا نشوف نفعل هذه الميزام لنا أنا حاليا دلوقتي بستخدم النسخة البلس لو رحت هنا للقائمة المنسادلة هتلاقي عندك جي بي تي فايف و جي بي تي فايف تينكينج لو رحنا على الإعدادات من الستينج وروحنا على جينرال وقفنا على الجينرال هلاقي في موجودة عندنا شو لجاسي موديلز لو فعلنا الشو لجاسي موديلز زي ما احنا شايفين ورجعنا أن نروح على القائمة المنسادلة هلاقي في حاجة اسمها لجاسي موديلز هنلاقي فورقو أو جي بي تي فورقو أصبح الآن موجود وتقدر تروح يعني اقتشاد بقى معاه وتعمل الشغل بتاعك اللي انت متعاود عليه باستخدامه أما بقى بالنسبة للنسخة المجانية لو رحنا على النسخة المجانية جيت رحت على الستنج وروحت على الجنرال هابوس حالي أن اللي جاسي مود المش موجود عندي يعني مفيش إمكانية أن أنا أعود إلى الاختيار ما بين النسخة الجديدة والنسخة القديمة فأتمنى أنها تظهر قريبا في النسخة المجانية حتى الآن تعتبر خطوة كويسة أتمنى أن كمان تتاح الفرصة للتنقل ما بين النسخة الأخرى ولكن ده شيء جيد جدا بشكر المتابعين اللي لفتوا نظر إلى يعني وجود هذه الميزة حاليا لو لسه ما ظهرتش عندك أعتقد أنها ممكن تظهر عندك قريبا جدا لو أنت على الخطة بلس أما الخطة المجانية معرفش هتظهر إمتى ولكن أتمنى إن شاء الله بإذن الله كمان إن احنا نشوف باقية النمازج معرفش بقى هل ده سوف يتم إقتحته ولا لأ ولكن حتى الآن دي خطوة جيدة جدا أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة Infotech for You وبحاول أقدم لكم كل جديد مفيد فقالت ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والكومنت لو كنتم من متابعين الأعزاء ولو كنتم بتشوفنا الأول مرة ما تنساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته